اشتركوا في القناة ومعالج جسوميات من نوع مالي تي 880 mp4 وجاءت الذاكرة الداخلية للهاتف بسعة 32 جيجا بايت مع رام بحجم 3 جيجا بايت ويضم إصدار آخر بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع رام بحجم 4 جيجا بايت ويسوي بكروت الذاكرة بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت مع جهزة استشعار لتسارع الدوران والقرب والبوصلة ثانيا الشاشة والصوت جاءت شاشة الهاتف من نوع IPS New LCD بحجم 5.2 بوصة وجاءت بدقة Full HD وبكثافة 423 نقطة في البوصة وجاء الهاتف مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 4 مقايمة للخدوش والصدمات مع واجهة من نوع Emotion UI 4.1 أما بالنسبة للصوت فقد جاء الهاتف مع سماعتين استيريو على الجهة الأمامية في أعلى وأسفل الهاتف مما يمنح الهاتف صوتا قويا ثالثا الكاميرا جاء الهاتف بكاميرتين خلفيتين من ماركت ليكا بدقة 12 ميجابيكسل إحداهما تلتقط الصور باللون الأبيض والأسود والأخرى بمستشعر ألوان RGB ويعمل مستشعران معا بحيث يقدمان صورا بوضوح أفضل بثلاثة أضعاف ويقدم صورا أفضل في الإضاءة الضعيفة وتدعم الكاميرتين الخلفيتين تقنية Hybrid Focus لتركيز التلقائي وتعتمد على Laser Focus للمدى القصير وقياس العمق والوضوح للمدى الطويل وجاءت الكاميرتان مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي Auto Focus وأيضا فلاش ليد مزدوج ويمكن للمصورين المحترفين التحكم بإعدادات الكاميرا مثل سرعة الالتقاط وخساسية المستشعر للضوء أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.9 وجاءت بدقة Full HD مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي رابعا البطارية جاءت البطارية غير قابلة لإزالة وبسعة 3000 ميلي أمبير خامسا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع Android Marshmallow 6.0 سادسا التصميم جاء الهاتف بتصميم من المعدن وبحواف دائرية وأيضا بهيكل من الألمينيوم مع عدم وجود أي زر في الواجهة الأمامية للهاتف وجاء معجيلا جديد من مستشعر بصمات الأصابع على الجهة الخلفية للهاتف وجاء الهاتف بطول 145 ميلي متر وبعرض 70.9 ميلي متر وجاء بسماكة 6.95 ميلي متر وقد جاء بوزن خفيف 144 جرام سابعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة DualSIM في وضع الاستعداد ويدعم الواي فاي من نوع 802.11 ABGN التي توفر التقاطا أقوى لإشارة الواي فاي وأيضا يدعم خاصية تحديد المواقع GPS وخاصية البلوتوث وفي النهاية نقدم لكم رأينا في الهاتف لقد جاء الهاتف بمواصفات رائعة جدا وأهم مميزاته وجود الكاميرتين الخلفيتين وأيضا وجود مستشعر بصمة الأصابع الذي يجعل استخدام الهاتف أكثر سهولة وأيضا جاء مع منفذ USB-C ويدعم الهاتف الشحن السريع أيضا متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي